لبدأ هذا النقاش مشاهدنا ينضم إلي من بغداد سرمد البياتي الباحث في الشأن الأمني والسياسي معي من لندن عبر خدمة سكايب دكتور حميد الكفائي الباحث السياسي أبدأ معك سيد سرمد من بغداد ردود الفعل وتصريحات الرئاسات الثلاث اليوم انصبت باتجاه واحد وهو وجود تقصير أمني واختراق أمني فهل فعلا ما حدث يوم أمس في مدينة الصدر سببه تقصير أمني بداية اسمحوا لي أن هن قناتكم الكريمة ومشاهديكم وإدارة قناتكم وكادرها بالعيد الأطحى المبارك وعزي بنفس الوقت الشعبي المظلوم الذي ما فتأ أن يدفع الدماء بكل مناسبة حقيقة الموضوع لا يختلف عليه اثنان أنا قلتها تماما مثل ما للقوات الأمنية نجاحات في قتال داعش في مناطق عديدة هناك إخفاقات هذا الموضوع هو تراخي أمني إخفاق أمني ما ممكن أنه يصور بغير هذا الموضوع ربما إذا تكلمنا بغير أمور نكون قد خرجنا ولم نكون منصفين ولم نتكلم بواقعية لكن فقط ربما التعليل والمبرر الوحيد أنه بغداد بنطقة كبيرة والسكان كثر وليس هناك تحوطات أمنية حتى من السكان حقيقة لأنه العالم بصورة واضحة أصابها الملل يعني حتى التزام صحي ماكو التزام بموضوع الأمن والانتباه في أيام الأعياد ماكو لذلك العمل الاستخباري أنا أراه في هذه الحالة مقصرا تماما لأنه الموضوع كيف استطاع بالمناسبة مديد صدر شرقي بغداد والمتهم قد يكون يعني جهز في مناطق شمالي بغداد طيب كيف اجتاز كل هذه السيطرات وكل هذه وهو مرتدي حزام الناسف إذن إذا لم يكن مرتديا الحزام الناسف عندما دخله إلى بغداد فقد جهز داخل بغداد وهنا طامة أخرى وطامة أكبر من الأولى إذا جهز داخل بغداد إذن هناك من يعمل أو من يصنع هذه الأحزام الناسفة أو من يلغم ذلك قبل فترة صار تفجير في مدينة الكاظمية أيضا شمال بغداد وحثت مشكلة كبيرة في هذا الموضوع إذا لم يكن هناك عمل جديا يعني صحيح إحنا آمر الفوج وبقية الضباط قد يكونون أمر للقائد العام بإدخالهم إلى السجن لكن هذا إجراء صحيح يعني ما عندنا مشكلة به لكن هل هذا سيعطي دروسا أو سيعطي إشارة إلى بقية الوحدات المسيطرة على أمن العاصمة بالانتباه أكثر هنا المشكلة المشكلة الأخرى سيد سرمد هو ليس في التفجير الأول حتى نتحدث عن دروس لكن ابقى معي من فضلك أذهب إليك دكتور حميد دكتور لماذا اليوم يحصل نجاحات وتحقق الحكومة اختراقات كبيرة بمناطق واخفاقات بمناطق أخرى وهل فعلا الجهاز الأمني يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات المتكررة؟ شكرا لك والمشاهدين والأستاذ سرمد في الحقيقة اليوم يوم دامي وحزين بالنسبة للعراقيين ولكل من يتعاطف مع مأساة الشعب العراقي الفشل الأمني واضح وهناك فشل سياسي يرافقه منذ الأزل نحن نعلم جيدا والعراقيين يعرفون أنه عشية العيد هناك هجوم إرهابي وهذه القضية تتكرر في كل مرة هناك هجمات تكون محايا فيها قليلة وهناك هجمات كبيرة تقرير لكم قال أنه المرأة جولة منذ ثلاث سنوات هذا غير صحيح هذه المرأة الثالثة خلال هذا العام هناك هجوما آخران بعدما في ساحة الطيران لها في مدينة الصدق ولكن هذا الهجوم كبير وخطير وفي رحايا كثيرون هذا هو الفرق بالتأكيد يعني هذا أحطر بكثير من الهجمات السابقة هناك فشل أمني مثل ما تفضل الأستاذ سلمت كيف وصل هذا المجرم ولم تكتشفوا كل هذه السيطرات وهو لديه حزام ناسف يعني هناك فشل وهناك ربما تواطر يجب أن لا نستبعد التواطر وأنا مطلعين أن هناك تواطر تواطر من من دكتور حميد دكتور يعني هناك تقارير أصلا تحدثت عن مخاوف من وقوع هكذا تفجير إلى أي مدى نحن أو هذا كله يشير إلى افتقار استراتيجية الردع أو حتى التحركات الاستباقية عن من نتحدث بالتواطر هنا هناك جهات تتواطر لأنه في العراق النظام السياسي غير متماسك هناك جهات مسلحة وهناك جماعات سياسية متناحرة وهناك جماعات يهمها أن يكون هناك عدم استقرار في العراق وكل هذه جهات عراقية وبعضها مرتبط بدول أخرى ولذلك يجب أن لا نستفيد التواطر ويجب أن تبحث هذه المسألة مسألة التقال أو وضع القائد العمليات في تلك المنبر وضع الحجز عن يحجز أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تحقيق أصولي ومهني في هذه العملية ويجب أن ينظر إلى السوادق يعني هناك مثلا دعينا نأخذ تفجير الكرابة عام 2012 كيف حصل هذا في ليلة العيد وهناك أيضا أكثر من 100 قتل من الشبان في الكرابة التي هي منطقة آمنة يفترض أنها منطقة آمنة مدينة الصدر يعني الكل يعلم أن مدينة الصدر مدينة مزدحمة لماذا لم تنظر القوى الأمنية في هذه المسألة لماذا لا توجد هناك كاميرات لماذا لا توجد هناك معلومات استقبارية حولها هذه المسألة المهمة أعتقد أن الفشل كبير ويجب أن يتحمل المسؤولية ليس فقط الضباط الأمنيين والمسؤولين الأمنيين وإنما يجب أن يتحملها السياسيون أيضا والمسؤولون في الوزارة وهم سياسيون يجب أن يتحملوا الوزارات ليس وزارة وحدة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات كل هذه الجهات مسؤولة ويجب أن تكون هناك تحقيقات أصولية ومهنية كي نعرف الحقيقة وإلا ماذا بهذه الناس تقتل عشية العيد كي يفسدوا الهدف وأفساد العيد على الجميع ولكن نحن نعرف كل التصريحات والإيدانات تقول أنهم يريدون أن يفسدوا علينا العيد طيب هذه المسألة معروفة لماذا نكرر هذا الكلام يجب أن نضح حدا لهذه المسألة لهذه المشكلة وهذا ممكن جدا العراق بلد كبير وفيه إمكانيات هائلة ولكن هناك استحوار وسأتي على هذه الإمكانات وسنتحدث عن ذلك لكن أعود إليك سيد سارمد تحدثت عن دروس ربما اليوم يكون درس تتعلم منه القادة بالعراق إلى متى سيتحمل الشعب العراقي تقديم كل هذه التضحيات أرواح أولئك العراقيون ليست بالكافية حتى نتعلم من الدرس الذي حصل أنا قلت لك لنكون واقعين من الصعب جدا السيطرة على مثل هذه العمليات قبل فترة قبل شهر ونص أنا لمحت أنه أعداد داعش موجودين بكترة صح موجودين جنوب كاركوك أو بصلاح الدين أو بديالة أو بها المناطق ذات التبغرافية المعينة الكثير استهجنا هذا قال لا يعني ماكوه الأعداد يعني مو الفين وثلاثة يعني مع الأسف المفروض تأخذ الآراء البعيدة آراءنا ما نستقيها من لا شيء حتما عندنا معطيات معينة وحتما عندنا حركات معينة يداعش داعش يوميا عندها تعرض للعلم يوميا قبل يوم من التفجير في قضاء هيت أربعة شهداء كان هجوم على المدينة لكن لم يعطى بعد إعلامي قبلها بيوم كان هجوم على الشرطة التحادية في كاركوك يوميا عندنا هجوم بالمناسبة لكن لا تسلط عليه الأضواء في هذا الموضوع يا سيدتي جفت أفواهنا ونحن نقول لنتحول إلى عملية الذكاء الاصطناعي العالم كل يشتغل بعملية تقنيات حديثة لحد الآن بغداد قلنا بأنه يجب أن تغطى بشبكة كاميرات حديثة مستمرة 24 ساعة نحن فوق 170 أو 180 كاميرا قد تكون عاطلة هذه الكاميرات وين فائدتها بالنسبة الكاميرات المركزية أتكلم عنها يعني اليوم والانتحار ممكن أن الدقيقين من أين أتى وين ذهب وكيف جهز وكيف هذه ممكن أن تجمين على هذا الوكر صح أكو يعني أكو مجموعة كاميرات لكن لا تغطي العاصمة العراقية أصبحت تقريبا 10 مليون 8 مليون نسمة زين كيف نغطيها مناطق مزدحمة مكتظة عدد السيارات هائل في الشوارع كيف ممكن أن يسيطرون عليها إذا ما يستخدمون تقنيات حديثة وقلنا لهم الآن حتى تقنية التعرف على وجوه طيب اعملوا من أجل أنه يطبق اليوم أمس نشر وجه الانتحار المفروض أنا عندي فورا نعرف هذا الانتحار من منه من أي منطقة ومن جاي المفروض هذا العمل هذا كل عالم تعمل هايجي هذه الصعوبة بالسيطرة على هكذا نوع من الهجمات إلى أي مدى هو مؤشر إلى أن العراق مازال بحاجة إلى دعم خارجي وربما هنا أتحدث عن التحالف الدولي وعلى الأخص أمريكا لمساعدة العراق بمواجهة الإرهاب يا سيدتي هي هاي المشكلة والمشكلة الكثير لا يفهم ماذا يجري الكثير يتكلم بالأمن ولا يعرف ماذا يجري ما إحنا سلاحنا 80% هو غربي أمريكي ومو إحنا اللي جبنا الكتلة السياسية بالبرلمان هي اللي جابت وتعاقدت عليه مو آني ولا غيري ولا هتعاقدنا عليه ما عدنا في التنوع في مصادر السلاح لذلك إحنا مجبرين أن نستعين بهم وطائراتهم واستقباراتهم وطائرات الاستطلاعات مالتهم فلذلك بعض الأحيان هسا إحنا مشكلتنا هاي الكبيرة مشكلتنا الكبيرة قوات التحالف طيب طلعوا قوات التحالف أنت هذا السلاح منه راح يدرب عليه ومنه راح يعمله صيانة ومنه راح يجهز بالعتاد ما فكروا بهذه الحالة أم ترمى هذه الأسلحة كلها إلى الخردة إحنا إذا قطعوا علينا عتاد هذه ما يصرفون يعني إحنا جماعتنا ما يصرفون النقد الكافي صاروخ الهيلفاير من الـ F-16 سعر 110 ألف دولار زين ساعة الطيران للـ F-16 هي 18 ألف دولار طيب والتحالف يقوم بهذه الضربات نيابة عن طائراتنا من أجل أن لا نتعف هي 30 طائرة مثلا F-16 فلذلك العالم أنا أتكلم بصورة مهنية فليقابلني من يتكلم بصورة مهنية لا من يبعث الشعارات ويتكلم بالشعارات وقوات احتلال وغيرها ما أنتم اللي اتفقتوا وياتفقتوا على هذا نوع الأسلحة ليس نحن أخذ رأي ضيفي بهذه النقطة اسمح لي دكتور حميد اليوم هذه المطالبات بإخراج القوات الأجنبية وبأن العراق قادر على مواجهة الإرهاب كل ما يحدث اليوم برأيك إلى أي مدى يؤشر إلى أن العراق ما زال بحاجة إلى تواجد هذه القوات على الأرض لمساعدته بمكافحة الإرهاب بالتأكيد العراق بحاجة إلى قوات الأجنبية والخبرة الأجنبية والمساعدة الأجنبية هذا شيء مؤكد ولكن حتى بوجود قوات التحالف الإرهاب لم يتوقف في العراق يعني الإرهاب بقي لماذا؟ لأن المسؤولية يجب أن يتحملها العراقيون أولا يجب أن تكون لدينا طاقات وكفاءات قادرة على اكتشاف المخططات الإرهابية قبل وقعها وليس ننتظر حتى تقع ثم نبحث عن المسبب وعن كيف حصل يجب أن تكون لدينا قدرات وكفاءات يعني ألم نتعلم 18 عاما من العمليات الإرهابية التي عصفت بالبغداد تحديدا وفي المدن الأخرى الحلة والناصرية والبصرة وكل المدن الأخرى كالبلاغ لم تبق مدينة في العراق ولم تطلها يد الإرهاب طيب نحن 18 عاما ألم نتعلم ألم تكن تتطور لدينا قدرات وكفاءات يمكنها أن توقف مثل هذه الأعمال المشكلة أكثر من الحاجة إلى قوات التحالف بالتأكيد نحن محتاجون إلى قوات التحالف وإلى أكثر من ذلك ولكن يجب أن نطور قدرات وكفاءات محلية كي نتمكن من أن نحمي الناس يعني مهمة الدولة الأولى هي حماية المجتمع فإن فشلت في ذلك والدولة الحالية فاشلة الدولة السابقة دولة صدام حسين كانت قادرة على اكتشاف الإرهاب وهذه الدولة لم تتمكن لأنها غير متماسكة سياسيا هناك تناحر بين الجهات السياسية ولا توجد مشتركات بين القوى السياسية العراقية الحالية هي متحاصصة من أجل المكاسب وليس من أجل تقديم الحدمات للناس وحماية أمن الناس وتقديم يعني ما يمكن أن تقدمه أن تقدمه الدولة للمجتمع ضيفايا الكريمين من بغداد سرمد البياتي الباحث في الشأن الأمني والسياسي ومن لندن دكتور حميد الكفائي الباحث السياسي شكرا جزيلا لكم لكم اشتركوا في القناة